موسيقى كما تعرفوا قيام الاختصاص لأول ديرات القناة وهو الاهتمام بالمواعب المغربية مزدوجة الجنسية وهذه القناة تهدرت على عدة لاعبين مزدوجين الجنسية وأكدت بأنهم سيختاروا تمثيل المنتخب المغربي بدلا من بلد المهجر ومن بين هذه اللاعبين إبراهيم دياز لاعب ريال مادريد الإسبان وفي هذا الفيديو سنرى موهبة من أصول مغربية ترعرعت في الأراضي الإنجليزية وحاليا نلعب مع أحد كبار البريمير لك في هذا الفيديو سنرى ما هو هذا اللاعب وبالإضافة سنرى علاقته بالمغرب ولكن قبل أن نخليكم مع الفيديو نخليكم مع سبونسور الفيديو 1xbit اللي تعتبر من أحد أفضل المواقع اللي يقدر يخليك تيبورتي وتلعب على الفراقي ديالك المفضلة ومنسوش بأنهم عندهم مصداقية كبيرة سنرى لكم اللينك في أول تعليق ولكن خاصة يكون العمر ديالك كثير من 18 سنة وبالإضافة خاصة تجيل بكود برومو ديالك عمان 1x وغادي تربح 100 دولار بونيس أول حاجة اللي غادي نبدو بها غادي نعرفو شكون هو هذا اللاعب الاسم دياله رايان زيسي جنون العمر دياله 21 سنة من أب إفواري وأم مغربي ولكن اللاعب عنده فقط جنسية إنجليزية حسب موقع اللاعب كيلعب في مركز داير أيصر وتكون في أكاديمية نادي فولهام الإنجليزي ولعب معه جميع الفئات السنية حتى وصل الفريق الأول لنادي فولهام الإنجليزي وقدم معه مستويات عالمية خلت الكبار أندية البريمير لك تخاطف باش تعاقد معه ولكن رايان فضل الانتقال إلى نادي توتنهام الإنجليزي وفي أول موسم له معه بيين بأنه ظاهير أيصر متكامل هجوميا ودفاعيا ولكن لسوء الأسف في الموسم السابق تعرض لإصابة خطيرة الرابط الصالبي لحد الآن باقي مرجع أما بالنسبة لعلاقة رايان بالمغرب بالبارح صحيفة المروقن طالن حتت بوست على كايدن زي سي جنون وأكدت بأنه من أم مغربية وعنده الحق يمثل المغرب ومنسوك بأن كايدن هو الأخ الأصغر لرايان يعني حتى رايان عنده الحق يمثل المغرب حاليا رايان ما عنده جنسية مغربية ولكن مستقبلا تقدر تكون عنده جنسية مغربية على سبيل الميتر إبراهيم دياز ما كانتش عنده جنسية مغربية وحاليا نختار المغرب وعنده جنسية مغربية ترجمة نانسي قنقر